الإمارات يعني بغض النظر اتفق من اتفق معها واختلف من اختلف معها ولكن على ما يبدو أنها فعليا أصبح لها بسمة قوية في السوق الاقتصادي النمساوي خاصة من خلال مشاريع الطاقة الاندماج والأوروبي بشكل عام نعم الأوروبي يعني احنا هذا على مستوى النمسا فالاندماج بين شركة أومفي وأدونوك للطاقة بصراحة وصل 25% نعم يصل 25% ولكن هذا الوضع تم تعليقه مؤقتا طبعا حتى انتهاء الانتخابات النمساوية المقبلة في نهاية سبتمبر المقبل فبالتالي العلاقات الإماراتية النمساوية أعتقد في الذكرى الخمسين على تأسيسها يعني هي تقريبا مرحلة تأسيس الدولة الإماراتية بشكل أو بآخر يعني فهي فعليا على ما يبدو أنها في أفضل حالاتها في الأمس استقبل المستشار النمساوي كارني هامر إضافة لوزير الخارجي أليكسندر شالنبرغ ووزير المالية ماغنوس برونر إضافة لعدد من مدرأ الشركات ومدير شركة أومفي استقبل أومفاو أومفاو نعم أومفاو أومفي بالإنجليش يعني فبالتالي كان اللقاء صراحة واسع وحضروا كبار الشخصيات من الطرفين ووزير الصناعة السيد سامي الجابر وزير الصناعة والتقنيات والتكنولوجيا نعم فبتصور صراحة النمسا والإمارات علاقات وطيضة جدا ليس أولها العلاقات الاقتصادية وليس آخرها العلاقات السياسية صحيح في الفترة الأخيرة يعني عندما بدأت بعض الأمور وإفلاس شركة سيجنا سيجنا وارتباطها بالمستشار السابق الإمارات طبعا مشارك هنا بحوالي 15-50 تاريبا من التراحة الأموالها إلى فقدتها الإمارات من خلال بعد هذا الإفلاس وأيضا ارتباطها بالمستشار السابق سيباسيان كورس وأيضا علاقته بالشركات الإماراتية الموجودة في الأوروبا وإدارته للقسم الأوروبي لبعض الشركات الملتزمة العفوان المنتسبة لدولة الإمارات فبالتالي يوجد صراحة جدل واسع بالفترة الأخيرة حول هذه الشراكة وأيضا تأجيل توقيع أو استحواز أدنوك على 25% إلى 30% من أونفاو إلى ما بعد الانتخابات هذا يؤشر على أن الاتفاقية مرتبطة بحزب الأوفوبي من خلال في حال استطاع أن ينجح بالانتخابات المقبلة أم لا فبالتالي على ما يبدو أن فعلا هذه الشراكة اليوم التي تشهدها النمسا والإمارات هي فعالية شراكة حزب الشعب مع الإمارات نعم بس برضو شايف يمكن التمثيل الدبلوماسي كان يمكن على المستوى يعني هنا وزير صحيح وزير نعم يلتقي بالمستشار وزير الخارجية وزير الخارجية نعم شايف التمثيل ده مدى أهمية الإمارات بالنسبة للنمسا وليس العكس نعم سؤالك تقيق للغاية صراحة فعلا يعني لماذا لم يأتي الأمير الإماراتي فعليا للعمل على هذه لأن محمد بن زايد محمد بن زايد بالضبط على ما يبدو أن هذه يعني فعليا علاقات اقتصادية وطيدة ما بين النمسا والإمارات يضاف على ذلك يضاف على ذلك أن فعليا هذه مترملة التلاكية شراكة الإمارات مع حزب الشعب فمع تغير الحالة السياسية في حال صعود الاس بي او أو الاف بي او هل ستبقى هذه العلاقات بهذا الشكل يعني فعليا السؤال مطروح لماذا لم يستقبل الوزير الصناعة أيضا عندنا هنا وزير الصناعة أو وزير الاقتصاد وزير العمل مارتين كوخر كنظيره يعني من خلال الجانب الإماراتي ولكن فعلا كان لقاء على أعلى مستوى من المستشار وصولا إلى الوزير المالية